بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وتحت شعار أنا منكم ومكاني بينكم نظمت جمعية إنجاز للتوعية المجتمعية بالتعاون مع منتدى رواد الشمال الثقافي مسرحية توعوية هادفة لأشخاص ذوي متلازمة داون وذلك في مركز الحسين الثقافي برأس العين بعمان وقد رحب مندوب سمو رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة باسل التراون بالحضور وخصوصا المصابين بمتلازمة داون وذويهم لافتا إلى ضرورة تكثيف كافة الجهود التي تختم هذه الفئة بشكل خاص حضر الاحتفال الذي تخلى له العديد من الكلمات السفير العراقي في الأردن وعدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والاجتماعية وممثلوا الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة